السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم سنشارك معكم وصفة الكيكات الطبقات من الوصفات التي يكون لها اقبل كثير وخصوصا في الصيف هي كيكات الخمس ملاعق ببيضة واحدة بكريمة الحامض اللي كتجي خفيفة بزاف كتجي باردة منعشة وخصوصا فاتصها ده 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 تحضروها متى تخش الوقت نهائيا وكتجي رائعة لا شكلا ولا مضاقا توجدوها كسواء لكم ولا وضيفكم شي حاجات د ان شاء الله تجربوها اكيدا ستعجبكم كيف العادة لا تنسونيش فقط من لايكات ديلكم وانطوش عليكم ده 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 مباشرة للمقادر وكيفية التحضير وكيف العادة ابدأ معكم بالمقادر والطريقة في نفس الوقت باش منطوش عليكم فيديو اختيتي واحد البول ودرتين فيه واحد الحبة ديالبيضة بدرجة حرارة الغرفة قبيصة ديال ملحة الشيطة ديالفانيلا وخمس ملاعق ديالسكر ستأخذ الشيطة غير بالخلط اليدوي ممكن ديروا حتى في الخلط الكعرباء اللي بغيتوه غ خلطهم مزيان حتى ينسجموا لي المكونات وكيفية الحبة ديالبيض من بعد بالملعقة الكبيرة كذلك سنعبر خمسة ديال ملاعق ديال زيت نباتية كيف العادة دائما فاش نضيف زيت عفوا على البيض ضروري كان خلطهم مزيان حتى ينسجم عاد كنضيف باقي المكونات اليوم سنضيف خمس ملاعق ديال الحليب إلا بغيتو تديروها كالعسر ديال الحامض او البرتقال او القهوة كي يبقى لكم الاختيار انا سنخلي الطبقة ديالكيك محايدة من يجيني لك هدو الحامض بينها في الكريمة سوف من بعد ما خلط كل شي كناخذ هنا واحد الغربال وكنغربل فيه 4 ديال ملاعق كبار ديال الدقيق مع مع القهوة ديال كاكاو وكيس واحد ديال خميرة الحلويات هنا انا ديت خمسة ديال ملاعق ديال النواشف ليا كيف كنت لكم 4 الملاعق ديال الدقيق مع مع القهوة ديال كاكاو لكم تدروا طبقة ديال كيك لهي بيضاء أو لاب الفانيلا فكتدروا 5 ملاعق ديال الدقيق فقط مع كيس ديال الخميرة الحلويات من فئة 100 كرم سجموا لي العناصر هذا هو الشكل الخليط او القوام الكيك المتعارف علي هنا اخذت واحد القالب للقياس القطر 24 سنتيم لديه جواني بزبدة ورشيتهم في الدقيق والقاعدة فرشت لها ورقة طالب كنفرغ الخليط بشكل عادي ومباشرة ندخل الفرن المسخين من قبل 180 درجة من الأسفل فقط المدة سيأخذ لكم 25-30 دقيقة كحد أقصى غير من الأسفل حتى تجربوك تقاوها كطعب عد نشوفوه شوية من الوجه ديالو ندخلوا دا بالفرن إن شاء الله ونجزوا باش نحضر معكم الكريمة هنا بالنسبة لها الكريمة ديال الحامض اللي غادي نحضر احتاجت لها جوج حباس ديال البيض كاملين ضفت ليهم نصف كأس ديال سكر مايو عديل 75 حتى 80 جرام وممكن توصلوا حتى 120 اللي بغلني ما كيبغيش للكريمة جي حامضة بزاك كان خلطت شيكوشي مزيان حتى كينساجم وكان ضيف ليها نصف كأس ديال عصير ديال الحامض مايو عديل 80 ميلي بالنسبة لهاد العصير ديال الحامض راني صفيتو عدرتو صافي وكان خلطت شيكوشي وكان ديرو فوقنار ليهم سوسطى مع التحريك المستمر ضروري التحريك المستمر حتى كي تولينا هدك البيض كتتقل لهاد كريمة واحد شوية مع أننا مدرنا فيها لا كريمة ولا ناشا ولا دقيق مع ذلك كيف كنتشوفوا معي كتتقلها كأوك التكاتف وضروري توصل لكم المرحلات الغلايين من بعد سوف نأخذها ونضف لها معلقة كبيرة الزبدة مع واحد صاشي ديال البرنيلا ونخلط لهاد كتابة ديال القطعة الزبدة ونفرغها في واحد البول نغطيها في واحد البلاستيك اللي كيكون ملامس الوجه ديالها وننخلها لتلاجاء باش تبرد طبيع بالنسبة للناس اللي ما غديش بغيو هد الكريمة او لما كتعجبهم او لما كي اجبهم البيضة و لديهم حساسية منو فممكن تستغنوا له هد الوصفة دي وديرو طبقات ديال الغلاساج اللي كتكون هكا بالنشاء او لا بالكريم باتيسيك طبيعة الحلقة كتعرفوه اللي بغيتو كي يبقى لكم اختيار سوف من بعد ما حضرت الكريمة ودخلتها اللاجاء اللي كيك ديري هنا كيكون طايب كيف كتشوفوا معي نخدم معي خمسة وعشرين دقيقة سوف يخرجوا هنا يا من الفر جربت طبيعة الحلقة وهكا طايب كناخدوه وكنديمو له وهنا هو راه باقي سخون يعني كن نحيدو من القالب سوف نأخذ هكذا الإطار اللي كيتحلم الجوانب من الأفضل هنا غير باش مني نوضع الكريمات لانا نقادلها الشكل ديالها مزيان سوف نسقيها هنا بشوي دي الحليب نسقي ذي الحليب كافي جدا وممكن تسقيه بأي مشروب كيعجبكم سوف نخليها هنا جانبا حتى تشرب هذا الحليب وكتبرد تماما طبقة ديال كيك دروري تخليها حتى تبرد تماما من بعد اخذت هنا كأس ديال حليب اللي هو برد مع كيس واحد ديال بودرة الشانتية طربتها كم زيان حتى تطلعت وقبطتها كفرسة كيف تشوفوا من بعد غاد ناخدها وغاد نوضعها فقط طبقة ديال الكيك لنعاود نأكد ضروري تكون بردا مزيان ناخدها ونفرغنا فرغتنا الكيمية كاملة ونحاول نقادلها الجوانب هكا بشي ملقوش ديال الفراغات مع الإطار ومن بعد ان انقادلها الوجه ديال والسطح ديالها اللي سيهم زيان بشي ملسى ومستويه هنا بنسبة لها الطبقة ديال الكريمة إذا كانت كنتكم الكريمة ديال الحامض وواجدة وبردة فديروا واحد من عقاح تلجج معاقم على الكريمة وطربوها تعطيكم كذلك مداق اللي هو زيون ومن بعد ان قدرت طبقة ديال الكريمة ديال الكريمة ديال كريمة ديال كبارد فصف هنا ياخذتها كيف كتشوفوا معي القوام ديالها كيبقى كريمي يعني رغم شيك كتولي عاق دا بحل درنا هكا فيها النشاء ولا دقيق لا كيبقى القوام ديالها كريمة وصراحة المدق ديالها خطير بزفزف يجربوها أكيدا غدي سعجبكم صف قدرتها ووصلتها هكا للجوانب وغدي نرد اهنا يلت اللاجاب جديدها كتسمسك شي شوية بيدما نوصلوا للوقت التقديم بالنسبة للتقديم طبيعة الحال فانا غدي ناخدها هنا وغدي ندموليها هاد الكيك هاد الكيك هاد الاطار هادا راب ممكن تديره غير القالب ديال كيك اللي كيت حلم الجوانب بتخدمو فيه كل شي ومن بعد تزولوه بشكل عادي جدا انا هنا بالنسبة لزين التقديم فخديت هنا غير شوية ديال شوكوراتة اللي دوبتها ودرتها كخطيطات وخديت هنا الدوائر ديال حامض خديتهم بعد شكل هادا شوية ديال شوكوراتة ورقة ديال نانا وبالنسبة لزين دائما كيبقى اختياري ومتكشيل ليس وفر عندكم كتزينوا به الطريقة باش مبغيتو كان هاد اول شكل مياه ايدي لها صراحة من ارواع والد ممكن انكم تحضروه يعني من الوصفات لي هي سهلة بزاف تحذير ديالها الديدة بزاف كيبغيها الصغير والكبير سواء في الصيف او لا في الشتاء يعني هاد الوصفة هدي مما تخطاكمش زوينة زوينة غير جربوها اكيدة غدي تعجبكم فغدي نقطعها معكم كيف العادة ضروري باشتوفوا القوام لا ديال كيك لا ديال كريمة ديال الحامض ولا ديال كريمة بطبيعة الحال اه صراحة يعني هاد طبقات كاملين كيجوا متواتين بزاف مع بعضيتهم كيجوا زوينين وكيف ماشتوا معايا واخذ الكريمة ديال الحامض مشيش كريمة اللي هي عاقدة ولا متماسكة يعني القوام ديالها كريمة مع ذلك كتبقى يعني قابطة فراسة وكتعطي واحد القوام اللي يوزوين بزاف 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 ان انتم مغا تشوفوا معايا من بعد ما نهز معاكم هاد القطعة شو معايا هادو الكيك ديالكم اه ولا التورطة ديالكم وتقطعوها كقطع بشكله هو متل متلاتات عفوا وكذلك تزينوهم كل قطعة تزينوها به هاد شكل هذا وخصوصا ان كانوا عندكم هادو كذيف كتجي كحتف التقديم زوينة بزاف هذا هو الشكل ديالها عنقر شوفوا معايا كيف مكتلكم الطبقات ديال الكيك صراحة كتجي خفيفة بزاف يعني يعني من الوصفات اللي هي صراحة ناجحين المكونات او المقادير ديالها ان شاء الله مضبوطة وكتجي زوينة بزاف القوام ديالها خفيفة خفيفة طبقات ديال الكريمة كيف شو معايا وطبقات ديال الكريمة ديال الحامض كيف كتبقا قبطة فرسها وخال قوام ديالها كريمة كيف شو معايا زوينة بزاف ان شاء الله هادو الوصفة تجربوها ان شاء الله اكيدا غادي سعجبكم لا لكم ولا لضيوفكم وإلا جربتوها وعجباتكم ما تنسوش خليوا لييا فطبيعة تحال لايك لهاد الفيديو هذا خليوا لييا للآراءة ديالكم في التعليق وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي كنشكركم دائما لحسن المتابعة ديالكم والحسن الوفاء ديالكم بهذا غادي نكون مصلة لنهاية وصفة اليوم مع وصفات أخرى ان شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر